موسيقى عمتم مساء مشاهدين وأهلا بكم في هذه المجلة الخبرية من ميدي أن تيفي وفيها الملك محمد السادس يزور معرضا لبيع منتوجات المقاولة الصغر التضامنية بمكتب معارض الدار البيضاء كما يشرف على تدشين معرض لبيع المنتوجات المبتكرة والمصنعة من طرف نزلاء المؤسسة السجنية في ملف النشرة نتوقف اليوم عند المهن الموسمية التي تعرف رواجا في الشهر الفضيل وضيف النشرة الدكتور عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي نناقش معه الدور الذي تلعبه المؤسسة السجنية في إعادة التربية والإدماج أهلا بكم معنا نبدأ مشاهدنا بأبرز العنوين تشجيع لمقاولة التضامنية والإستراتيجية المندمجة لإعادة الإدماج السوسيومهني للسجناء في صلب النشاط الملكي 292 قتيلا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إسرائيل تتوعد بهجوم كاسح وبنكم يزور المنطقة غدا في محاولة للتهدئة بارك أوباما يقول إن راكبا أمريكيا واحدا من ضمن ضحايا انفجار الطائرة الماليسية وتزايد الدعوات الدولية لإجراء تحقيق مستقل في الحادث قمل ملك محمد السادس اليوم بزيارة لمعرض بيع منتوجات المقاولة الصغرى التضامنية بمكتب معارض الدار البيضاء المنظم من طرف مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية كما أعطى الملك محمد السادس انطلاق أشغال الفضاء التجارية المخصص للمقاولة الصغرى التضامنية بحي الوزيس بالدار البيضاء الملك محمد السادس يزور معرضا لبيع منتوجات المقاولات الصغرى التضامنية بمكتب معارض الدار البيضاء المعرض المنظم من طرف مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية يأتي تأكيدا على الاهتمام الملكي بالاقتصاد الاجتماعي والتضامنية هذا الاقتصاد القادر على إحداث فرص للشغل وخلق الثروة وتنمية الموارد والمهارات المحلية مع الحرص على ضمان ظروف المواتية لانخراط المقاولين الصغر في الدورات الاقتصادية الهدف منها هو أولا وضع هذا المجال تحت تصرفهم خلال هذه المدة للتعرف منتوجات المبيعة ثانيا خلق واحد شركات فيما بينهم وخلق واحد شبكات تسويقية تضامنية فيما بينهم لضمان تستمرارية بيع منتوجاتهم على مستوى الجهوية أو المستوى الوطني إن شاء الله هذا المعرض المقام على مساحة 600 متر مربع يعتبر مناسبة لمائة وستين من صغر المقاولين لإبراز مهاراتهم في تخصصات عديدة ومتنوعة كما يعد مناسبة لهؤلاء المقاولين لتبادل خبراتهم وتجميع أنشطتهم لتطوير وتسويق المنتوجات المعرض المخصص لصغار المقاولين تم إنشاؤه في مختلف جهات المملكة ويتضمن منتوجات الصناعة التقليدية والفلاحة وغيرها من السلاع في تظاهرة يشرف عليها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية من أجل دعم تسويق منتوجات المقاولات الصغرى وتثمين المنتوجات المعروضة للبيع وضمان ديمومة مدخيل المستفيدين كما أشرف الملك محمد السادس اليوم بمكتب المعارض على تدشين معرض لبيع المنتوجات المبتكرة والمصنعة من طرف نوزلاء المؤسسات السجنية والذي يستمر إلى غاية الواحد وثلاثين من هذا الشهر المعرض يهدف إلى تغيير نظرة المجتمع للسجن الذي لم يعد مكانا لسلب الحرية فقط بل فضاء لإعادة التربية والإدماج كذلك مريم البودادي مرة ثانية في إطار سياسة لاجعة لإدماج نزلاء المؤسسات السجنية في سوق الشغل يأتي هذا المعرض الذي أشرف الملك محمد السادس على تدشينه في مكتب المعارض بالدار البيضاء التظاهر المنظمة من طرف مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعكس اهتماما ملكيا بمستقبل فئة مهمة من المجتمع تمكنت من الاستفادة من تكوين في مختلف التخصصات داخل المؤسسات السجنية التي تحولت إلى فضاء للتربية والتكوين وتلقين مختلف أنواع الحرف فضاء العرض يشمل عددا من الأروقة التي تضم منتوجات الصناعة التقليدية والمنتوجات الفلاحية وأنواع أخرى من السلاع ذات الجودة العالية جودة تعكس مهارة هؤلاء الصناع في دليل على جودة التكوين الذي تقدمه المؤسسات السجنية لنزلائها هذا يدخل دمنا استراتيجية مخطط لها من أجل أولا صورة جيدة لنزل المؤسسات السجنية وضحد تلك الفكرة بأن الناس ساجين هو مجرم هو غير صالح للمجتمع بل هناك فرص مفتوحة لإعادة إدماجهم من أجل دماج في النسيج الاقتصادي والنسيج الاجتماعي للبلاد التظاهرة بمثابة مؤشرين على نجاح للسراتيجية المندمجة لإعادة الإدماج السوسيومهني التي تصهر مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء على تنفيذها بشركة مع وزارات التربية الوطنية والفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مبادرة سهمت في إدماج أزياد من ثلاثة آلاف سجين سابق في مقاولات مواطنة فضلا عن دعم إحداث أزياد من خمسين مقاولة ومئات المشاريع الصغرى في مختلف المجالات في محاولة لتعزيز الأمن داخل المجتمع ومحاربة الانحراف والتقليص من عدد نزلاء السجون مع إحداث أنشطة مدرة للدخل بهدف تحسين ظروف المعيشية لهؤلاء الأشخاص ويعاكس المجهود الكبير الذي تقوم به مؤسسة محمد سادس لإدماج السجناء الإرادة لضمان الكرامة الإنسانية لكافة فئات المجتمع ولتسليط الضوء أكثر على استراتيجية إدماج السجناء ينضم إلينا في الأستجيو سميلنا عبدالله الأحمد مساء الخير عبدالله أحمد مساء الخير جوهر مساء الخير مشاهدين هناك تجربة رائدة تحققت سواء على المستوى العربي أو الإقليمي أي نتائج لهذه التجربة؟ جوهر يسعى المغرب حاليا إلى تطوير تجربته الرائدة على مستوى العالم العربي في إعادة دمج السجناء مهنيا واجتماعيا بعد خروجه من السجن من خلال التركيز على التربية وتلقي المهارات الأساسية في بعض المهن والحرف التي يطلبها سوق الشغل بالمجتمع المغربي لقد مكنت الاستراتيجية المندمجة لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء التي تنجز بشراكة مع قطاعات ومؤسسات مختلفة خلال سنة 2013 من تشغيل 3142 سجينا سابقا في مقاولات المواطنة ودعمي وإحداثي 53 مقاولة ووحدة صناعية صغرى ومتوسطة وخلقي أكثر من 700 مشروع صغير في مجالات مختلفة لنتحدث كذلك عن هذه المؤسسة وأليات عملها لقد جعلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والتي تأسست في العام 2002 من التكوين المهني المؤهل لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية عمادة استراتيجيتها المندمجة الرامية إلى ضمان إعادة إدماج هذه الفئة من المجتمع في سوق الشغل بعد إطلاق سراحهم وتمكينهم من أحداث أنشطة مدرة للدخل تحول دون تجدد حالة العود في صفوفهم نعم إذن تدشين هذا المعرض هل له دللات على أن هناك نتائج تحققت وأن التجربة أتت أكلها كذلك طبعا هناك نتائج قبل ذلك دأبت المؤسسة على إحداث مراكز التكوين المهني بالمؤسسات السجنية بلغ عددها إلى حدود اليوم 51 مركزا توفر لنزلاء هذه المؤسسات تكوينات في التخصصات المختلفة يشرف على تقديمها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وتتلأم مع البنية السوسي اقتصادية التي تميز مناطق وجودها إلى جانب إحداث مراكز التكوين المهني ومراكز الرعاية المصلحية واللاحقة للسجناء تولي المؤسسة اهتماما خاصا للأنشطة الفنية والترفيهية والتربوية من أجل إيطاحة الفرصة لسقل العديد من المواهب لهؤلاء السجنة يأتي تدشين ابن المالك محمد السادس لمعرض بيع المنتجات المبتكرة والمصنعة من طرف نزلاء المؤسسات السجنية كدليل على نجاعة هذا النوع من المراكز التي تسعى إلى تحويل الفضاء السجني إلى وسط لعادة التربية والتعلم واكتساب المهارات وتغيير النمط العش هذا كل شيء جار شكرا جزيلا لك عبدالله شكرا لقي ستة أشخاص مسرعهم اليوم في حادثة سيرين وقعت على الطريق الوطنية رقم تسعة رابط بين مراكش وورززات الحادث ووقع عند استضام شاحنة بسيارة خفيفة مما أدى إلى مقتل ستة ركاب على الفور عناصر الوقاية المدنية وممثلوا وسلطات المحلية ينتقلوا إلى مكان الحادث الذي وقع على مستوى دوار أيت بوزيد وتم نقل جشرة الضحايا إلى مسودع الأموات بمراكش رحمهم الله قال مصدر أممي إن الأمين العام للمنظمة الدولية بنكيمون سيتوجه إلى الشرق الأوسط غدا في محاولة لوقف القتال بين إسرائيل والفلسطينيين والذي راح ضحيته إلى الآن 292 فلسطينيا من جهة ثانية قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين ناتنياهو إن إسرائيل تستعد لتوسيع نطاق هجومها على غزة غدا تنطلاق الهجوم البري من جهة أقرى جيش الاحتلال بمقتل أحد عناصره فجر اليوم وهو أول قتيل من الجنود الإسرائيليين منذ بدء هذه العملية بالمدفعيات والدبابات تواصل إسرائيل هجومها البري في قطاع غزة تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين ناتنياهو هجوم قوي ينفذه جيش الاحتلال في القطاع فقتل منذ بدايته أكثر من 24 فلسطينيين من بينهم أطفال وجرح نحو 200 شخص حسب وزارة الصحة في القطاع لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ نحو أسبوعين إلى أزيد من 260 قتيل وحوالي 2000 جريحة رغم ما يحدث في هذا البلد وفي الفلسطينيين من هجمات وقتل لم تخفي تل أبيب نيتها في توسيع عمليتها هذه بدرجة كبيرة في قطاع غزة فرئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إن هدفه هو شبكة أنفاق حركة حماس وهو من لم يتمكن من القيام به جوا فقط حسب تعبيره لأنه لا يمكن تعامل مع الأنفاق من الجو فحسب جنودنا يقومون بذلك أيضا على الأرض وفي هذا الإطار أيضا لا توجد ضمانات بتحقيق النجاح الكامل لكن نحن نقوم بكل شيء من أجل تحقيق معظم الأهداف المحددة أما بالنسبة للجانب الفلسطيني فقد تعهدت حركة المقاومة الإسلامية حماس بالرد على هذه العمليات الإسرائيلية نتنياهو يقتل أطفالنا وسيدفع الثمن والعدوان الإسرائيلي لا يخيف قادة حماس ولا الشعب الفلسطيني ونحن في حماس نتعهد بأن جيش الاحتلال سيغرق بإذن الله في أوحى الغزة الجيش الإسرائيلي بدأ باجتياح مناطق كبيرة في شمال غزة وجنوبها بهدف تدمير الأنفاق في القطاع القصف تركز على المناطق الحدودية شرق الشجاعية وحي الزيتون وحي التفاح شرق غزة وفي المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع وكذلك في بلدات عدة وسط وجنوب غزة العملية تستمر من أسبوع إلى عشرة أيام تقريبا حسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي الذي استدعى ثمانية عشر ألف جندي احتياطي لهذه العملية ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من غزة مرسل قناة ميدي أن تيفي سامح رمضان نرجو منك سامح أن تضعنا أولا في سورة الوضع الآن في غزة نعم متابعة لآخر التطورات الميدانية التي تحدث خاصة في شمال قطاع غزة وردنا قبل قليل عن سماع إطلاق نار كثيف هذا حسب معلومات الأولية تشير إلى اشتباك مسلح وعنيف ومعارك دارية الآن تدور بين نشطاء ومقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الذي تقدم عبر قوة خاصة في بيت لاهية تحديدا شمال القطاع ميدانيا ارتفعت حصيلة الشهداء إلى أكثر من 296 شهيدا وأكثر من 2330 جريحا كانوا آخرها مرزرة بعائلة أبو جراد ثمان شهداء في بيت واحد إسراء قيام المدفعية الإسرائيلية لما تمركز داخل الشريط الحدودي شرقي مدينة غزة بإطلاق أكثر من قذيفة باتجاه المنزل أصابتهم بشكل مباشر وتم استشهاد كل ما في المكان أيضا إلى الجنوب من قطاع غزة هناك أربع شهداء من عائلة واحدة في مدينة رفح أيضا أقصى الجنوب هناك ثلاث شهداء من مدينة واحدة في وسط قطاع غزة أيضا هناك أعداد من شهداء إذن هو استهداف للمدنيين فقط نعم ما نشهده خلال 48 ساعة حتى أكثر من 48 ساعة هو عملية استهداف بحق الأطفال المدنيين وليس العائلات فقط هناك عائلات أبيدت بالكامل هناك حسب ما حدث في عائلة البطش هناك عملية نزوح بعشرانة الألاف من المناطق الشرقية والشمالية لقطاع غزة والآن هي جزء كبير منها متواجد في مراكز الإيواء التابعة لوكالة الغاثة الدولية الأنوروى أيضا في المقابل هناك أكثر من 105 صواريخ انطلقت من الأراضي الفلسطينية باتجاه الأعماق المدن الإسرائيلية اليوم كان خطاب لأبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتاب الشهيد عزدين القسام قال أن هناك ربع مليون قنبلة يدوية جاهزة لاستقبال من يريد ومن يفكر باشتياح قطاع غزة حماس أيضا لازالت على موقفها حركات المقاومة لازالت على موقفها ونحن هنا الآن من مستشفى الشفاء هناك نداءات واستغاثات بمحدودية الأدوية والمستهلكات الطبية التي لا تكاد تغطي ولا تكاد تؤمن الجرحى والمصابين في الناتجة من القصف والقوة المفرطة التي تستعملها قوات الاحتلال ضد المدنيين إسرائيل تقول لأنها استهدفت أنفاقا لتدريب وحماس تكذب ما الحقيقة؟ نعم حسب رواية إسرائيل أنها تقول أنها اكتشفت ثمان أنفاق على حدود شرق مدينة غزة خاصة في شرق الشجاعية ولكن حماس ردت ببيان رسمي أن هذه الأنفاق هي عبارة عن أنفاق للتدريب وليست أنفاق لاستخدام المقاومة يعني بطبيعة الحال وميدانيا وحسب ما تشير إليه المعطيات أن هناك خسائر في صفوف جيش الاحتلال حسب ما أعلن وأعترف بذلك رسميا أما في ما يتعلق بخسائر في المقاومة الفلسطينية فلم يردنا من أي معلومات عن حماس أن هناك استشهاد أو سقوط قتلى في هذا من صفوف حركات المقاومة طيب سامح هناك تضارب للأنباء بشأن مقتل الجندية الإسرائيلي هل صرنا نعرف ملابسات هذا المقتل؟ لا يوجد تضارب مصادر إعلامية إسرائيلية أكدت عن موجود مقتل إسرائيلي لا سألتك عن ملابسات قتل هذا الجندي وكالية الأنباء تتحدث عن نيران صديقة نريد أن نعرف كيف قتل هذا الجندي الإسرائيلي حسب ما تم إبلغنا أن هناك في الاشتباك الذي ضار بالأمس كان هناك عملية اشتباك مسلح وتم محاصرة بعض الجنود الإسرائيليين في داخل أحد النقاط المتقدمة داخل أراضي فلسطينية وتم الاشتباك وحسب ما أبلغت أو حسب ما أعلم أن هناك قتيل في صفوف جنود الاحتلال هذا ما تم تدوله من أنباء مؤكدة طيب اليوم نتحدث وتتحدث فصائل المقاومة عن ضرب في العمق الإسرائيلي أي نوعية لهذا العمق؟ ما هي الخسارة التي من المفروض أن تلحق بإسرائيل؟ بطبيعة الحال المعركة الدائرة الآن بين حماس أو بين المقاومة الفلسطينية وفصائل الفلسطينية وإسرائيل هي حرب إعلامية مغلقة إسرائيل تعودت منذ عشرات السنوات عملية التكتيم الإعلامي الشديد والخانق فيما يتعلق بعدد قتلها أو مكان إطلاق الصواريخ ولكن صفرات الإنذار تطلق وأطلقت اليوم أكثر من عشر مرات وأكثر من 150 صاروخ دوة في تل أبيب في بيت يام في مناطق داخل العمق الإسرائيلي هناك حسب ما يتم تدوله وتأكيده أن حماس أو المقاومة الفلسطينية تسجل دخول أكثر من 70 كم داخل أراضي فلسطينية هذا ما يؤكد أن هناك تقدم وفي مقابل هناك تكتيم سامح رمضان مرسل لقناة ميدي أن تيفي من غزة شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات إنسانيا أكدت الأمم المتحدة أن 75 ألف فلسطيني على الأقل في حاجة لمساعدة غذائية عاجلة بسبب القصف المتواصل للجيش الإسرائيلي كما أعربت منظمة واسحة العالمية عن خشيتها من ظهور أمراض ينقلها الماء الملوث علما أن جزءا كبير من الساكنة يعانون من نقص في الماء الشروب وهربا من القصف الإسرائيلي اضطرت الكثير من العائلات إلى ترك مساكنها واللجوء إلى مدارس تابعة للأمم المتحدة هاجر عبد تفجيرات هنا وهناك صواريخ جوية تغزو سماء غزة من شرفة هذه المدرسة التم الأطفال والأهالي ليشاهدوا أحداث فيلم الرعب الذي كان يعايشهم منذ وقت قريب هاربا من النيران والقصف وشبح الموت المحتوم فر الآلاف من المواطنين الفلسطينيين محتمين بمدارس تابعة للأمم المتحدة بعدما دمرت الغارة الجوية الإسرائيلية منازلهم البناء الداري والله والله الله يعلم كيف بناها الناس كل الناس مش بس أنا ايش بدك من بناها دا مطلع؟ هم هاجر من دار وبناها الدار من حبة عين والله بدموعنا يجي والله احنا كنا قاعدين في البيت ففي مكان قريب مننا ضخف في دهون فالولاد خافوا تصروا عجالة عن اللزون فاضطرنا نحطهم في مكان آمن المشاهد نفسها بمدينة رفح حركة دعوبة بالشوارع عائلة وأسر تحمل ما أمكنها حملها من أطلال كانت في يوم من الأيام بيوتهم لتتجه بخطوة سريعة إلى أقرب مركز للإيواء مراكز اكتضت بنازحين تشققت وجوههم من شدة القلق قلق يحمل ألف سؤال بدون إجابة احنا وين بدنا نروح؟ إسرائيل بتضرب فينا وين نطلع وين احنا نروح؟ كل عائلة فيها 15 نفر وكلهم اطفال وين نروح إحنا؟ إذن هي ما شاهدوا لما ألت إليه الأوضع بالقطع فالتقارير الدولية ذكرت أن 900 ألف فلسطينيين في غزة يعيشون اليوم بدون إمدادات للمياه كما أن 85 ألف آخرين بحاجة إلى مساعدات غذائية عجلة هذا حالهم اليوم نزح وقلة في الغذاء في انتظار بصيس أمل وتضامنا مع قطاع غزة يتم غدا تنظيم وقفات يعبر فيها المغاربة عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في كل من الرباط والدار البيضاء كما شهدت العديد من مدن العالم تظاهرات للتنديد بالهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة وردد المحتجون شعارات تدين العدوان الإسرائيلية وتعبر عن تأييد ومساندة الفلسطينيين علن الرئيس الأمريكي بارك أوباما عن مقتل مواطن أمريكي واحد على الأقل في حادث تحطم طائرة الماليزية شرق أوكرانيا وضف أوباما أنه توجد أدلة على أن الطائرة استهدفها صاروخ أرض جو أطلق من منطقة يسيطر عليها الانفصاليون الموالون للروس في هذه الأثناء تتزايد الدعوات بإجراء تحقيق منفصل لمعرفة ملابسات هذا الحادث سحر بن سليمان من منطقة خاضعة للانفصاليين الموالين لروسيا أطلق الصاروخ الذي أصب الطائرة الماليزية حسب واشنطن بعد وصف الحديث بالمريع شدد الرئيس الأمريكي على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف قبل يعطي رأي حول الأسباب الدقيقة للمأساة ومن جهة ثانية وضح بارك أوباما أن مواطنا أمريكيا واحدا على الأقل كان موجودا على متن الطائرة تؤكد الأدلة أن الطائرة أسقطت من قبل صاروخ أرض جو في منطقة خاضعة لسيطرة الانفصاليين المدعومين من روسيا ونعلم أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط طائرة في شاق أوكرانيا نفس الموقف عبرت عنه السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامانتا باور تحدثت أمام مجلس الأمن أثناء اجتماع عجل حول تحطم طائرة الماليزية وأعلنت أن الطائرة أسقطت على الأرجحة بصاروخ أرض جو أطلق من منطقة يسيطر عليها انفصاليون ينازعون السلطات الأوكرانية على الجزء الشرقي من البلد انطلاقا من تعقيد النظام S.A.11 فإنه من غير المرجح أن يتمكن الانفصاليون من استخدامه بطريقة فعالة من دون جهاز بشري كفوء لا يمكننا استبعاد إمكانية مساعدة تقنية من جانب الروس وكذلك أشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى أنه تم رصد انفصاليون صباح يوم الخميس وفي حوزتهم هذا النوع من الأنظمة الدفاعية المضادة للطائرات قرب مكان وقوع الحدث ورات باورانا على موسكو أن تمارس الضغط على الانفصاليون وأن تتخذ إجراءة ملموسة بصورة عاجلة لخفض التوتر وعلى خلاف ذلك أكدت السفيرة الأمريكية أنه إذا كانت كياذة تمتلك هذا النوع من الصواريخ في ترسنتها فإن الولايات المتحدة لا علم لها بوجود هذا النظام الصاروخي في المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة كما قالت أعلما أنه منذ بداية الأزمة لم تطلق الدفاعات الجوية الأوكرانية أي صاروخ في بيبيا تتوصل بمحيط مطار طرابوس الدولية المواجهات بين الميليشيات المسلحة مما خلف خسائر ذات فادحة بمرافق المطار وأدى تجدد القصف مساء أمس على المطار المغلقة في وجه الملاحة الجوية إلى إحداث أضرار بلغة بقاعة الركاب كما لحقت بالمناطق السكنية المتاخمة للمطار خسائر كبيرة هذا وتبحث الحكومة الليبية طلب تدخل المجتمع الدولي لدعم الشعب الليبي في ظل هذه الظروف الأمنية المتردية في تونس قرر الاتحاد العام تونسي لشولا تنظيم مسيرة وطنية مناهضة للإرهاب ومسيرات ناجهوية غدا السبت وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 15 جنديا في جبل شعنبي يوم الأربعاء الماضي كما طالب الحكومة المؤقتة باتخاذ إجراءات جريئة وعاجلة ضمن خطة استراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب وكذا بفتح حسابين جاريين أولهما لدعم عائلات ضحايا الإرهاب وثانيهما لدعم تجهيز المؤسسة العسكرية والأمنية في الجزائر قالت مصادر رسمية إن أربعة مسلحين قتلوا في اليومين الماضيين في عملية للجيش بتيزي وزو وتيبازا وقالت المصادر ذاتها إن العملية أسفرت أيضا عن حجز كميات هامة من الأسلحة والمتفشرة يعتبر حي كوزي ماغ من أقدم الأحياء العمالية للعاصمة الاقتصادية دار البيضاء سكانه تسلموا إشعارات تدعوهم بإفراغ المنازل القديمة لأنها حسب البيان تسبب خطرا على حياتهم فيما يتمس السكان بالبقاء ويقولون إن لديهم عودا بتملكها روبرتاج لشفيق فايز وفيصل أبروش بقلب الحي الصناعي لصخور صوداء بالدار البيضاء يتوجد هذا الحي القديم ذو الهنزسة التقليدية إنه الحي العمالي لشركة المغربية لتصفية السكر المعروف اختصارا بكوزي مارا هذا الحي يضم أسرا لعمال اجتغلوا بهذه الشركة منذ منتصف القرن الماضي الحاج عطار أحمد كان واحدا من هؤلاء العمال التحق بشركة سنة 1972 بعد 31 سنة من الخدمة واستفادته أنداك من السكن الوظيفي مقابل صومة كرائية شهرية يفجأ اليوم بقرار يطالبه بإفراغ مسكنه الذي شغله لأزيد من أربعين سنة أخي أنا دخل في 72 سنة دخلت في 72 سنة ومن 72 سنة 2003 عددت تقاع الديري كيف حصلت على تسكنته كنا سكننا في هذه الساعة وكان يتسكنه كنا كان يجب أن يخصب بنادم والوقت للمندم اللي عرفوا صحيح اللي صعب بنادم اللي صحيح كيقولوا يقربوه هناك كيقولوا يخوط سكنه هناك سكان الحي بدوره مرفض قرار الإفراغ مطالبين شركة الشروع في مصدرة للتمليك وإيفاء بما يعتبرونه وعدا للتمليك تلقوه بعد عشر ثانوات من الاكتراء باسم اللجنة المنظمة وباسم الساكينة إننا نستنقع بشدة ما وصلنا إليه مع هذه الإدارة التي أفنينا أعمارنا وصحتنا وشبابنا وكان ما صارنا اليوم والحكم والإفراغ ونخلصوا الكراب ونخلصوا الماء ونخلصوا كل شيء وإحنا طامعين بالدار ونسخروا خازوا ديار وإحنا بيعاعة الولاد فين نديو موليد فين نبشيو بعد لقاء بمسؤولية شركة توصلنا ببلاغ توضيحي ليفيد بأن قرار الإفراغ هادع جاء بناء على ما تعتبره الشركة حالة مقلقة بات يعرف والحي والذي حسب البلاغ يشكل خطرا على سكانه مشيرة إلى إمكانية فتح باب الحوار من أجل التوصل إلى حل وسط في ملف النشر نتوقف اليوم عند المهن الموسمية التي تعرف رواجا في الشهر الفضيل وضيف المجلة الدكتور عبد العزيزة الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي نناقش معه تطوير مجال المقاولة صورة بالمغرب ودورها ودورها في الاجتماع والاقتصاد نرجوك تبقوا معنا مهن موسمية كثيرة تزدهر في الشهر الفضيل الكثير من النسوة يحضرنا أطباقا تارف إقبالا متزايدا عليها في رمضان وهناك كذلك من فكرنا في مساعدة السيدات العاملات بتحضير الوجبة الغذائية من خلال بيع خضار جاهزة للتبخة روبرتاج لفايز شفيق وفيسل أبروش رمضان شهر التسوق والاستهلاك بامتياز ففي هذا الشهر الكريم تعرف الأسواق المغربية انتعاشا ملحوظا يتزيد فيه الطلب ويتنوع العرض ومن المواد المعروضة التي تغزو الأسواق خلال هذا الشهر منتوجات تعرضها هؤلاء النسوة على جنبات الطرق وبينما مرات الأسواق السيدة فطنة تعرض صلعتها في هذا السوق المتواجد بحي بنجدية لأول مرة تابع خبزا وفطائر صناعتها في بيتها مستهدفة ربات البيوت اللواتي لا يترك لهن العمل حيزا كافيا لإعداد كل أطباق وجبة الإفطار في رمضان كل شيء يريد أن يطبق صغير وكبير كل شيء مبغرير مسمان كل شيء مقبول هل أنت تصعب بهذا الشيء في رمضان؟ نعم في رمضان لماذا؟ حيث كان الحركة كان رواج؟ كان الحركة كان رواج الناس كانت شيء هذا رمضان هذا كل شيء يريد غير بعيد عن فاطنة تتواجد هذه السيدة حجيبا تعرض صلعة تختلف عن ما تبيعه الأخريات خضر جاهز للطهي فهذا الكيس مثلا يضم المكونات الأساسية لإعداد شربة الخضر اقتراح سهل وعملي تقدمه حجيبا لربات البيوت باتت الأسواق المغربية تعرف تزايد أعداد هؤلاء النسوة لأي يعرضن سلعا موسمية تنتعش تجارتها في رمضان والأعياد الدينية نشاط يوفر للمتسوق منتجات منزلية بأثمنة مناسبة ولهؤلاء السيدات مدخل رزق إضافي يساعدهن على إعالة أسرهن بعد قليل مشاهدين نلتقي ضيف النشرة الدكتور عبد العزيزة رومانيا الخبير في الاقتصاد الاجتماعي نناقش معه تطور مجال المقاولة الصغرى بالمغرب ودورها الاجتماعية والاقتصادي نشرت أن تبقوا معكم تطور مجال المقاولة الصغرى بالمغرب ودورها الاجتماعي والاقتصادي هو الموضوع الذي اخترناه اليوم لنناقشه مع ضيف النشرة الدكتور عبد العزيزة رومانيا الخبير في الاقتصاد الاجتماعي طاب مساءك دكتور أهلا بك معنا أهلا أستاذ جوارا إذن لنبدأ بمعرض اليوم أي أهمية له طبعا هذا المعرض هام جدا لأنه يدخل في سلسلة من المشاريع والإنجازات التي يقوم بها مركز محمد السادس لدعم المقاولات الصغرى أو مجال القروض الصغرى فيه مجموعة من المشاريع منها ما هو مستقر ومنها ما هو موسمي ما هو مستقر مثلا كالفضاء الذي دشين مؤخرا في منطقة الوازيس والذي سيكون فضاء دائم لعرض وتسويق المنتوجات التي تقوم بها المقاولات الصغرى المبتدئة والتي تستفيد من مجال الدعم في مجال المقاولات الصغرى والتي يتسنى لها عرض منتوجاتها التي تكون عادة منتوجات مختلفة ومتنوعة إما في لاحية أو في مجال الصناعة التقليلية أو في مجال الحيكة والخيطة أو في مجال ما نسميه بالمنتوجات المحلية الجانب الآخر هو مثل هذه المعارض التي تكون إما محلية مستقرة ولكن موسمية مثلا بمناسبة شهر رمضان أو متنقلة في مناطق مختلفة من المغرب مثل هذه المعارض تتخل ضمن المهام لتأسس من أجلها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى وهي عنده مهام أخرى من طبيعة الحال مختلفة ومتنوعة منها مهام تتطبط مجال الإعلام في مجال القروض الصغرى منها مهام تتطبط مجال التوتيق والبحث وأيضا في مجال دعم المقاولة الصغرى وأيضا في مجال مساندة الجمعيات في مجال التكوين مثلا في مجال التوجيه في مجال دعم العاملين في مجال القروض الصغرى أيضا في مجال عقد شراكات مع المؤسسات سواء كانت محلية أو الجامعات أو مؤسسات دولية له مهام جد متعددة يمكن أن تفيد مجال القروض الصغرى في المغرب وأن تساهم في تنميته وتطويره إذن مجال القروض الصغرى اليوم ربما يحق لنا أن نتحدث عن هذه التجربة ولكن اليوم نتحدث عليها بما لها ولا عليها تماما فعلا ما لها باع طويل وله تاريخ طويل يعني انطلق من بداية التسعينات لما المغرب كغيره من الدول لأنها أزيد من 140 دولة استفادت من تجربة التي أعطى انطلاقتها في بنغلاديج محمد يونس مثلا في مجال خلق القروض الصغرى من أجل تمكين الفقراء الأكثر فقرا من الوصول إلى تمويلات من أجل دعم مقاولتهم الصغيرة أو خلق أنشطة مدرية للدخل أو الخروج من دائرة الفقر المدقع هذه التجربة انطلقت مثلا في تلك الدولة وكانت رائدة ثم بعد ذلك انطلقت إلى العديد من الدول ومنها المغرب الذي كان ليس فقط رائدا ولكن بتجربته وخبرته وحسن أدائه وقطرة مؤسساته وجمعيته التي أسست في المجال كان يعني صباقا إلى أن يحصل على مثلا جوائز كثيرة جدا ومثلا تنويهات كثيرة مثلا في سنة 2005 في واشنطن أحسن دولة في الشرق الأوسط تمكنت من جلب أكثر من مليون مستفيد ومن خلق مؤسسات ذات تنظيم جيد إن كانت مؤسسات مثلا تنتمي إلى بعض الأبناء أو مؤسسات جمعوية تمكنت من خلق أسلوب متطور جدا وكان نموذجا للنجاح على مستوى الشرق الأوسط نجاح المشروع في العالم كله ومن الجانب الإنساني هو أن يغير حياة الفرد إلى الأفضل ولكن هناك من يقول العكس أن القروض لم تؤدي مهمتها في بعض الحالات هل سبب فشل البعض هو عدم فهم جدية هذه القروض أم عدم السداد أم هو كذلك مشكل في الآلية أكثر من مرة شرنا إلى هذه النقطة ومن داخل هذه القناة قلنا أكثر من مرة أن السبب لا يتجلى في الأسلوب ولا في النوعية ولا في المجال في حدته لأنه له مجال القروض صغرى لو أهدف نبيلة محاربة الفقر محاربة البطالة المساهمة في التشغيل مساهمة في التكويل مساهمة في التوجيل مساهمة في خلق تنمية محلية وجهوية خاصة من نسبة للقرى أو المناطق الريفية أو المناطق الجبالية أو غير ذلك لكن المشكل حصل في المسيرين أحيانا الذين كانوا يدبرون هذا المجال للقروض الصغرى في أوسط التسعينيات تأسست العديد من جمعيات حتى وصل العدد إلى 13 من طبيعة الحال بعد ذلك اليوم هو حوالي 12 جمعية بعد ذلك لما أتت الأزمة ديال 2008 تأثرت لجمعيات القروض الصغرى شأنها في ذلك شأن الأبناء شأنها في ذلك شأن الواقع الاقتصادي العديد من الدول وأصبحت مشكلة الوفاء لرد الدين من المستفيدين من القروض الصغرى تخلق مشاكل لأنها ارتفعت النسبة إلى ما يفوق 5% بذلك تضاعف وتضاءل عدد المستفيدين إلى حوالي نسبة كالتروح ما بين 14% مثلا في بعض الجمعيات بل تأثرت بعض الجمعيات إلى حد أنها حلت ودابت وأصبحت أو دابت في مؤسسات أخرى مثل هذه المشاكل طبعا عانى منها مجال القروض الصغرى لكن لماذا؟ لأن هناك بعض المؤسسات لم تستفد من دروس من طبع الحاصلة أو التي ترى بالعين المجردة على المستوى الاقتصادي الدولي ومنها مثلا أسلوب الحكامة ومنها مثلا أسلوب الشفافية ومنها أيضا أسلوب حسنسية خاصة اليوم هل نتحدث عن تدارك هذه العثارات؟ أو هناك توجه على الأقل إلى هذا؟ في المغرب مثلا هناك تجربة مثلا هناك فيدرالية تصهر مثلا على تنظيم هذه المؤسسات هناك البنك المغرب يراقب هناك مثلا وزارة المالية تتتبع هناك أيضا تكويل المسيرين تكويل المسيرين وتكويل المستفيدين أيضا هناك مراقبة هناك مواكبة من أجل خلق مستقبلين ناجع لهذا المجال لأنه آلية آلية من الآلية المتعددة التي اختارها المغرب من أجل دعم التنمية ومحاربة الفقل وخلق أنشطة مديرات الدخل شأنها شأن المؤسسات التي خلقت شأنها شأن البرامج كالمبادرة الوطنية التنمية البشرية شأنها شأن الوكالات التي خلقت للتنمية فمجال القروض صغيرة هو مجال آليا من الآليات متعددة جدا التي اختار المغرب أن يدعم بها مساره التنموي في مجال محاربة فقر لها ما لها وعليها ما عليها ولكن المهم هو القفزة نحو المستقبل والنظر إليه عندما ننظر إلى الخلف يبدو لنا أننا قطعنا أشواطا طويلة أميالا طويلة ولكن عندما تنظر أمامك يبقى لك كذلك الكثير ما هي الخطط المقبلة لتحسين واقع هذه المقاولات وخاصة القروض الصغيرة؟ المغرب وصل إلى ما يفوق مليون البنك الدولي يقول أن بإمكان المغرب أن يصل إلى خمسة ملايين مستفيد المغرب واحد من 140 دولة تتعامل ولكنه رائد في مجال القروض الصغيرة له جمعيات منظمة تعمل وفق أسلوب المنظم ولكن ما ينقص الآن هو أن النسب مثلا الفائدة مرتفعة جدا مع الدلفة مرتفعة بالنسبة للفقراء إذا ما تم مثلا دعم هذه الجمعيات وتم مثلا خلق شركات بينها وبين القطاعات الحكومية من أجل ماذا؟ من أجل من طبع الحال محاربة الفقر في اتجاه جيد من طبع الحال أندك ستساهم هذه الجمعيات في تحقيق الأهداف الموضوع عليها إذن لا بد من دعم أريد أن أفتح قوس لأنها تدرك من الوقت هل إذا تبنى المغرب بنوكا إسلامية سيساعد ذلك في خلق المزيد من المقاولات الصغرة وأقصد كذلك المناطق الهامشية ربما والفقير في البداية كانت القروض للفقراء لما أطلقت كانت بدون فوائد بعد ذلك جاءت بالفوائد لماذا؟ لأنه لا بد من مساهمة الفقير وخلق تقافة لديه هي تقافة الأداء وتقافة العطاء وتقافة المشاركة والتشارك لكن الآن أصبحت هذه النسب مرتفعة جدا وأصبحت تضر بمصلحة هؤلاء المستفيدين إذن لا بد من دعم أجلي تخفيض هذه وإذا ما خفضت هذه النسب من طبع الحال سننسجم مع ما يقال عن الأبراك الإسلامية كنموذج في مجال الاقتصاد الاجتماعي شكرا شزيلا لكم الدكتور عبد العزيزة روماني الخبير في الاقتصاد الاجتماع على كل هذه التوضيحات أشكركم وألقاكم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة